تسجيل بدأ عندكم كده؟ او بدأ تمام النهاردة ان شاء الله نتكلم عن الموسفت هو ريفيو سريع كده هنراجع الأول كده على البيزيكس عن الموسفت بفروض انتم عارفينها الموسفت هو الـ Building Block الأساسي عندنا في الـ Digital Circuits وكل الـ Digital Circuits معمولة بالاستخدام الترانزيستور اللي هو الموسفت موسفت اختصار Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor تمام؟ هو بيبقى Three Terminal Device زي ما احنا شايفين كده الموسفت بتاعنا هما الـ Gate والـ Source والـ Drain يبقى فيه نوعية من الموسفت اللي هما الـ N-MOS و P-MOS هو النهاردة الـ Section بسيط يعني هنحلش مراجع على الموسفت وعلى الـ Regions of Operation بتاعته انه هو بيقى شغال ازاي؟ تمام؟ ريفيو سريعة كده بس على الـ Regions of Operation هو الموسفت بيبقى حاجة من اتنين يقيمة Off يقيمة On تمام؟ لو الـ VGS أزر من الـ VT بيبقى Off لو الـ VGS أزر من الـ VT بيبقى On في حالة انه هو On بيبقى ممكن يبقى حاجة من اتنين يقيمة في الـ Trial وده بيحصل لو الـ VDS أزر من الـ V Overdrive تمام؟ والـ V Overdrive عشان نكون نفاكرين V Overdrive بيساوي VGS minus V Threshold تمام؟ فلو الـ VDS أزر من الـ V Overdrive الموسفت الـ Region of Operation اللي بيكون فيها اسمها Trial أو Linear Region وده بتكون الـ Equation تحت الـ Current اللي في الدرين في الحالة دي ولو الـ VDS أكبر من الـ V Overdrive بيكون في الـ Region اسمها Saturation وده بتكون الـ Equation تحت الـ Current منحوظة بس المهمة عايزين نخلي بالنا منها هنا ان الـ Triode الـ Current Linear Relation مع الـ VDS تقريباً وطبعاً فيه ترم اللي هو VDS سكوير على اثنين بس ده ترم ده بيكون صغير قوي لتيجي ان احنا زي ما قلنا في الأول ان الـ VDS أزر من الـ V Overdrive فده معنا ان الـ VDS أزر من الـ V Overdrive فده معنا ان الـ VDS قريد صغيرة فالترم ده ممكن ايه؟ نعمله نعمله نجليكشن كده وتبقى relation linear ما بين الـ Current و الـ VDS فممكن بنسميها Triode Region أو Linear Region حالة الـ VDS أكبر من الـ V Overdrive اللي هي Saturation المصفد بيكون في الـ Current بتاعه given by الـ Equation العليمين هنا وبتكون Quadratic Equation تمام؟ طبعاً نحن زي ما قلنا الـ V Overdrive بتساوي VGS-V Trature تمام؟ فالـ Current بيكون Quadratic يعني كلما الـ VGS بتزيد الـ Current بيزيد سكوير فالملحوظة دي بس عادينا خلينا فاكرينها علشان هنستغمها قدام في الـ Sheet خلينا نبتدي في الـ Sheet سمعني كويس؟ ماشي هو الـ Sheet عندنا أول مسألة هي تسعة مسائل مطلوب مننا ان احنا بتاعت الـ Transistor تمام؟ فدي أول مسألة عندنا زي ما اتنا شايفين كده الـ Gate Voltage ده N-Move Transistor في الأول تمام؟ الـ Gate وصل عليها 0.5V فالـ VG بقى 0.5 والـ Source وصل عليها 0.5V فالـ VS برضه 0.5 والـ V drain بـ 2V نخلي بدنا في المسائل زي دي من إشارة الباتري من الـ Polarity عشان البطارية لو اتعكست الـ Voltage تمام؟ فكل علينا ان احنا نشوفه عشان نعرف نحنا نشوف الـ VGS أكبر من الـ V Threshold ولا لا والـ VDS بعد كنا نشوفها نقارنها بالـ V Overdrive فأول حاجة نعملها نحن نحسب الـ VGS فزي ما احنا شايفين كده الـ V Gate بنصف فولت والـ V Source بنصف فولت الـ VGS هو الـ VG الـ NMOS transistor والـ PMOS transistor بـ minus O.4V تمام؟ فهنا لما حسبت الـ VGS ثلاثة بـ 0 فالـ 0 أزغر من O.4V فكده خلاص الترانزيستور ده off مش هبص على الـ VDS أصلا تمام؟ دي اول مسألة حد عنده سؤال؟ تمام تاني مسألة برضو ده NMOS transistor أول مسألة كلهم NMOS transistor نميز كده الفرق بين الـ NMOS والـ PMOS الـ NMOS الـ SOURCE بيبساهم كده خارج لبراه تمام؟ PMOS العكس بيبساهم داخل لجوه تمام فأنا دلاتي قدامي NMOS transistor محتاج أحدد الـ region of operation بتاعته أول حاجة عاملها فأشوف كل ترمينال من الـ 3 terminals بتوعي واصل عليهم voltage بكام فهنا الـ gate voltage 1.5V ودرين بـ 2V والـ source بـ 0.5V فهحسب الـ VGS إنه هو VG-VS هلقيه 1V طيب فهجأ كارنه بالـ V-threshold عشان أشوف أنا off ولا on فلاقيت إن الـ VGS أكبر من الـ V-threshold فتما عندنا أنا on طيب طيب عندما أنا on يبقى أنا حاجة من 2 يقام أما هكون في الـ triode region أو هكون في saturation طيب عشان أعرف محتاج أحسب الـ VDS VDS اللي هي V-drain minus V-source فزيما أنا شايف الـ V-drain 2V و V-source بـ 1.5V فمنها الـ VDS بـ 1.5V طيب عشان بقى أعرف أنا saturation ولا triod محتاج أحسب ال V Overdrive طيب V Overdrive بتساوي كام؟ زي ما احنا قلنا V Overdrive بتساوي VGS minus V Threshold طيب ال VGS انا وردي حسبتها الأول 1 Volt وال V Threshold زي ما قلنا انها given 0.4 Volt فمن هنا طلق لي ان ال V Overdrive ب 0.6 Volt طيب بعد كده بقى اجي قارن ال VDS بال V Overdrive فانا شايف ان ال VDS 1.5 Volt وال V Overdrive ب 0.6 Volt فده معنى ايه؟ معنى ان انا كده في Saturation Region لو جينا نقارن المسألة دي بالمسألة اللي فوق فالق الوحيد بين المسألتين هو VG المسألة اللي فوق كان ال VG ب 0.5 وال VS برضه ب 0.5 فال VGS كانت بزيرو فالدفايس كان اوف على طول من الاول ما اضطرتش اصلا ابص على ال VDS فابص على ال VDS في حالة ان ال VGS اكبر من الثريشولد ان كده ديفايس بقى ON فقدر اشوف بقى هو في ال Triode Region ولا في Saturation Region تمام؟ هنا بس مجرد ان انا زودت ال Gate عملت في Voltage Difference Voltage Difference ما بين ال Gate وال Source اكبر من V Threshold فانا هنا بقى لازم ابص لازم اكرر اشوف انا في اني region من الاثنين ال Triode ولا Saturation في اي مشكلة؟ محدد عنده سؤال يا شباب محدد عنده سؤال يا شباب محدد 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 ندخل على السؤال البعد تمام هنا دلوقتي قدامي برضه عندي فاول حاجة اعملها زي المسائلتين اللي فاتوا نفس الخطوات بالضبط هبص على الثلاثة Terminals بتوع ال Device اشوف كل Voltage بتاع كل Terminal هنا الاقي ال Gate Voltage 1.5 Volt ال V Drain 0.5 Volt وال V Source 0.5 Volt ولغاية دلوقتي كل المسائل اللي احنا شفناها ان ال Polarity بتاعت الباتري مواصلة ان ال Positive Terminal اللي هو لناحية Terminal بتاع ال Device بتاعي فنخلي بالنا كويس من Terminal بتاعي بتاعي وهتيجي مسائل قدام هنشوف فيها للعكس فهعمل ايه هحسب برضه ال V GS ان انا هشوف ال V Gate minus V Source لقتل ب 1 Volt اكبر من V Tratured لقى ب 0.4 فكده انا اقن احتاج بقى بص على ال V DS فال V DS هلاقي ان ال V Drain ب 0.5 وال V Source ب 0 فال V DS ب 0 طيب فلما ال V DS ب 0 يبنت رايد فهو احنا كنا قلنا ان ال Condition بتاعي ال V DS تكون اصغر من V Overdrive وال V Overdrive بتساوي V GS minus V Threshold انا عندي V GS هنا بكام 1 Volt فمن هنا اقدر استنتج ان V Overdrive بكام 1 minus V Threshold ب 0.4 تطلع ال V Overdrive ب 0.6 Volt بس انا V DS تلاقيت معايا ب 0.0 تمام? فال V D S هنا كده ب 0.0 فاغذر من V Overdrive بيبنى كده فين بيبنى كده في Tried Region حد عنده مشكلة تماما تماما مسألة اللي بعدها برضو In Most Device هبص على ال Voltage على Data Terminal Z ستاحل ال V Gate 1.5 Volt B Source 0.5 Volt وفي نقاما وصل بال Ground على Tune 0 تماما هحسب ال V GS تطلع لل V GS 1 Volt اكبر برضو من V Trasholt وفي نقاما وال V DS هجاء احسبها 0 minus 0.5 تطلع بالنجد طيب ال V overdrive هنا بتسوي كام نفس المسألة فاتت بالضبط عشان نفس ال VGS ال V overdrive هي VGS minus V Threshold و ال VGS احنا قلنا انها ب 1 Volt يبقى 1 minus 0.4 ال V overdrive فطلع ب 0.6 Volt على ان ال VDS اصغر من ال V overdrive انا برضو هكون في نفس المسألة اللي بعدها عايزين بقى نتعود ان احنا نحل الحاجات دي بالنظر بسرعة ما نعودش بقى ان احنا ايه ان نعود نفصصها واحدة واحدة كده يعني المفروض نتعود ان احنا نحلها على الرسمة على طول طيب النظر كده على طول هنا ال VGate 1.5 والسورس ب 0 فهتلاقي ان ال VGS 1.5 وال V dream ب 0.5 وال V source 0 فالان ال VDS بكام ب 0.5 طيب ال VGS اكبر من ال V threshold فهبص على ال VDS ال VDS احنا عسبناها قريدي قلنا انها ب 0.5 طيب ومحتاج اقارنها بال V overdrive هعسب ال V overdrive فالان ال V overdrive بتساوي VGS nice V threshold طلع ب 1.1 Volt فهنا على الرغم من ان ال VGS عندي كبيرة او ال V value بتاعتها ب 1.5 يعني حتى اكبر بكتير من ال V threshold اكبر من ال V threshold 1.1 Volt بس نتيجة ان ال VDS اضغر من ال V overdrive هافضل برضو في tried region يعني انا عشان ادخل ال Saturation region لازم يكون ال two conditions متحققين ان ال VGS اكبر من ال V threshold و VDS اكبر من ال V overdrive فلازم هبص على two conditions نسألها لبعدها بس بعتذر هو النوري كان قطع عندي ولسه واصل هل الجزء الاول من ال section يعني تسجل وكده؟ اه ال section تسجل او فيش مشكلة اه شكرا حضرك طب عندك اي سؤال في اي حاجة؟ اه انا لأسف لسه دخلة فبس مش عارفة ايه اللي حصل تمام طيب هو المسألتين الجايين عموما تفضلي تمام دي مراكعة يعني على ال transistors BGT و CMOS وكده؟ اه هي مراكعة على الموسفد بس على CMOS بس هو الكورس بتاعنا بتشتغل بال CMOS بس مش بتشتغل بالBGT عموما المسألتين الجايين شبه المسائل اللي تحلت كلها بالظبط فيعني ركزي فيهم لو مش فهمنا حاجة فيهم قولي لي وممكن نبقى نعيدل الجزء ايه اللي في الاول تقال طبم شكرا حاجة بشموس اه طيب مسألة بعد كده رقم F احنا كنا بنون ان انا عندي الموسفد ثري ترمينال ديفايس وببص على البولتاج بتاعت كل ترمينال منهم بناءا عليهم بقدر احدد ال region of operation ومطلوب هنا ان انا احدد ال region of operation بتاعنا فال V gate ب 0.5 volt وال V drain برضو ب 0.5 volt هنا مش عايز حد يتلغبط بس نركز كده السلكة دي كلها نود واحدة تمام وهو موصل هنا ال gate بال drain ال gate وال drain ووصلنا على نفس السلكة فده معنا ان ال V G ب 0.5 volt وفي نفس الوقت برضو ال V drain ب 0.5 volt تمام فعا كده ال V source برضو ب 0.5 volt ووصل عن طريقة بطارية تانية فهعمل ايه؟ هحسب ال V GS V GS بتساوي V G minus V S هتطلع ب zero واحنا كنا بنقول ان ال V Threshold ب 0.4 volt فالتالما ال V GS اصغر من ال V Threshold يبقى device زي على tool مش محتاجة بص وصلا على V GS تمام؟ حد عنده سؤال؟ محتاجين بس نخلي بالن هنا ان ال gate وصل بال drain على tool تمام اخر مسألة بقى في السؤال الاول برضو ده N most device هنبص على ال voltage بتاع 3 terminals ال V gate ب zero وصل بال ground directly وال V drain برضو ب zero وصل بال ground وال V source هنا ب minus 0.5 volt نخلي بالنا هنا بقى يا شباب هنا ال battery ال polarity بتاعتها معكوسة ال negative terminal وصل على source وال positive terminal وصل على ground ده معناه ان ground اكبر من source ب 0.5 طب وال ground اصلا ب zero طب طالما ال zero اكبر من حاجة يبقى الحاجة تاني دي negative تمام؟ يبقى V source ب negative 0.5 فالحتة دي بس ياريت ان نركز منها كويس ودائما نشوف كل terminal وصلة بقى الباتاري نركز على polarity بقى الباتاري فطالما انا كتبت بقى ال three voltages بتوعي كده خلاص الموضوع بقى بسيط كل اللي هعمل ان انا نحاسب ال V GS باشوف فال V GS هنا بكم zero minus negative 0.5 تمام؟ ليه بقى minus negative 0.5 عشان احنا قلنا V source بال negative يعني V gate على الرغم من ان هو وصل بال ground بس هو still اكبر من source عشان source اصغر من ground تمام؟ فال V GS طالع ب 0.5 volt واحنا threshold عارفين ان هو 0.4 فكده V GS اكبر من V threshold فكده انا بقيت on تمام؟ تمام؟ طالما انا on يبقى لازم اشوف بقى ان saturation ولا triode عشان اشوف ان saturation ولا triode محتاج احسب ال V DS طيب انا قريدي عارف ان ال V D zero عشان اوصله بال ground وال V S ب minus 0.5 احسب ال V DS هتطلع لي 0.5 volt طيب محتاج بعد كده عشان اعرف بقى ان saturation ولا triode احسب ال V overdrive وقارن ال V DS بال V overdrive ال V overdrive بتساوي V GS minus V threshold وال V GS انا حسبتها هنا في اول خطو ب 0.5 volt وال V threshold قلنا ان هي 0.4 volt فالان V overdrive تطلع لي 0.1 volt طيب وال V DS انا لسه حسبها 0.5 فال V DS اكبر من V overdrive وبان saturation حد عنده اي مشكلة يا شباب في المسألة دي؟ باش ماندسة لداخل المتأخر تمام؟ تمام يا باش ماندسة تمام والسؤال الاول في مسألتين كمان ايش ده برضو ال V gate ب 0 وال V drain ب 0 وال V source ب minus 1 volt نفس الحركة بالزبط الكتف مسألة الفات بس ال V source بقى ايه؟ اقل شوية كمان واقل علشان ال negative terminal وصله بال source فال V source تطلع ب minus 1 volt هكسب ال V G S باطلاح ب Eyes 1 volt اكبر من threshold 0.4 هكسب ال VDS برضو ب 1 volt ولكده هكسب بقى V overdrive وأقلن Pepsi solution بال View 4 otrave V overdrive بتصابقه VGS minus V threshold ثل 출 Pa Print Control بduc pirates 0.6 volt فهيجبان الذي اكبر من luz في approve Depot فلاحز الكتاب في المسألة الفات الفرق الوحيد في ان Source Voltage قل شوية بس في كلتا الحالتين انا ايه في Saturation فانا مقدرش راحكم على Region of Operation من قيم الفولتات كية بالعين لازم احسب VGS وحسب VDS وشوف ال Conditions بتاعتي ان VGS تبقى اكبر من V Threshold وال VDS اكبر من V Overdrive ده معنى ان انا Saturation مسألة اللي بعدها ال Gate عندي وصل بال Ground فال VG ب Zero Source وصل ب Minus 0.5 عشان Polarity فات البتاري فيطلع ب Minus 0.5 Volt وال Drain وصل ب 0.5 Volt احسب VGS تطلع Zero Minus 0.5 فال VGS يطلع ب 0.5 Volt اكبر من V Threshold وبانا كده On هحسب بعد كده VDS ال VDS هنا بتساوي V Drain اللي هي ب 0.5 Volt Minus V Source اللي هي ب Minus 0.5 Volt فتبقى 0.5 Minus Negative 0.5 يطلع VDS ب 1 Volt بعد ما حسبت ال VDS VDS احسب V Overdrive وقارن VDS بال V Overdrive فال V Overdrive بيساوي VGS minus V Threshold وال VGS ب 0.5 وال V Threshold ب 0.4 يطلع لن V Overdrive ب 0.1 Volt طبعا VDS اكبر من V Overdrive وبانا Saturation حد عنده مشكلة يا شباب طب حد يرد عشان تاكد ان الصوت وصل لكم اعطي بقى عشان الصوت وصل لكم شكرا ندخل على مسألة تانية دي مسألة دي محتاجة بقى شوية شغل فيريت نركز كما مع بعض في المسألة الفاتحة احنا كنا بنحدد ال Region of Operation بتاعة الترانزيستور تمام دلوقتي بقى احنا نحدد ال Region of Operation ونغير ال Volt بتاع Terminal من الثلاثة يعني عندنا يعني مثلا اول مسألة هنا عندنا الشكل العليمين ده وما دينا ان احنا ال Gate Voltage بValue اسمها VX وVX دي بتتغير Variable وعايزي يشوف بقى كل قيمة من ال VX هيكون الترانزيستور شغال في Region شكلها ايه وفي نفس الوقت محتاج ارسم ال Current مع ال VX يعني مطلوب كده ان ارسم في الاخر رسمة يكون على X Access عندي ال VX وال Y Access عندي ال IX وعشان ارسم الرسمة دي محتاج اعرف ال Region بتاعة ال Transistor ال Region اللي ترانزيستور شغال فيها لكل قيمة من VX بعد كده بقى عن طريق ان انا عارف ال Equations بتاعة كل Region Current شكله ايه ادر ارسم فخلينا نشوف المسألة دي عندنا الفيديو دي بقى 1.8 V وال VX هتتغير من 0 ال 1.8 خلينا نبص على اول مسألة دلوقتي انا هنا زي المسألة اللي فاتت بالظبط فيش اي حاجة جديدة كل اللي هعمله ان انا هشوف الموسفت device ليه 3 Terminals احتاج اعرف كل Terminals الفولتاج بتاعك دي اول خط فلاقيت ان ال VGate بيساوي VX وده Variable هو ده Variable اللي احنا نضايره ده ال X Access بتاعنا ماشي وعلى كده ال V Source بZero السورس وصل بال Ground على طول ودرين وصل ببطارية Ground 1 Volt فال V Drain 1 Volt طيب عشان اعرف region of operation احتاج اعمل ايه احتاج احساب VGS واشوفها بكام واشوف انا احتاج احساب VDS ولا لا طيب طب هنا بقى ال VGate Variable فاعمل ايه اقعد بقى اخد قيم في النصف ال VX ففي الاول هنشتغل نقول ان ال VX بدية من 0 طيب لما ال VX بZero احساب VGS بقيت ان ال VS بZero فال VGS معنى كده ان ال VGS هنا بكام VGS بZero برضه لما VX بZero فال VGS بZero اصغر من VTrish خلاص يبقى طول ما VX بZero فال IX بZero كلام ده عن VX بZero طيب احنا قلنا ان احنا بنغير VX من Zero فغاية 1.8 فولت فوال سبلاي بتاع طيب تعالنا ناخد خطوة القدام شوية انا اول خطوة شفت ان VGS بZero اصغر من VTrish طيب انا عارف ان ال VGS تساوي VTrish خلاص بس خلينا نزود VX شوية ونشوف لغاية ما تبقى بتساوي VTrish فلما VX تكون بتساوي VTrish راب 0.4 فولت هبقى ON بس انا طالما ON يبقى انا حاجة من اثنين اما في Saturation طيب عشان اعرف انا في Saturation او احسب بقى ايه هحسب VDS تمام زي ما انا شايف VD 1 volt والV source 0 فالVDS على طول 1 minus 0 1 volt تمام كده طيب احتاج اقارن VDS بالV overdrive V overdrive بتساوي VGS minus VTrish طيب VGS انا ادلوقتي قلت ان انا حاطت VX 0 volt تمام فلما VX 0 point 4 VGS سيبب 0 ليه عشان VGS انا عندي VG VX VS 0 لا sorry ما عليش VGS هنا 0 volt تمام فانا عندي VGS 0 point 4 volt والV threshold 0 point 4 volt فالان V 0 وانا لسه حاسب VDS 1 volt فهلاقي ايه ان انا في saturation يعني انا لقيت لما VX 0 point 4 volt ان انا في saturation لما VX كانت 0 وانت off تمام في saturation بقى بتبقى دي equation بتاعته انها بتبقى quadratic مع V overdrive طيب والV overdrive احنا لسه لين انها بتساوي VGS minus V threshold يعني current بيدبند على VGS square تمام وادرتك حد وقع في النقطة دي يا شباب تمام لا طبعا ابتدي بقى زود VX اكتر احنا قلنا VX بتغير من 0 لغاية 1.8 volt طيب احط VX بقى VDD 1.8 volt فالVGS هتطلع لي 1.8 السورس كان واصل بالground فالVS 0 والVG 1.8 فالVGS 1.8 اكبر طبعا من V threshold انا اون هشوف بقى اترايد ولا saturation فحاسب VDS واحاسب V overdrive طيب V overdrive بتساوي VGS ناس V threshold VGS 1.8 فالV overdrive هتطلع 1.4 volt فالV overdrive هتطلع 1.4 volt وحاسب VDS طيب VDS هي V drain minus V source والdrain 1 volt ثابت ما متغير وV source 0 فالVDS دائما ايه 1 volt لما انا حسابت هنا V overdrive تلعت 1.4 volt فهنا VDS ثلاثة اصغر من V overdrive فده معنا انا بقيت رايب ودي الéquation بتاعتي طيب نخلي بقى لنبع انا كنت لما VX كان بفيت ريشلد اللي هي 0.4 volt كنت قلت ان انا saturation لما VX زادت شوية لات نفس يتريد طيب فنلازم اعرف وهو مطلوب في السؤال ايه الvalue بتا VX الترانزيستور تغير فيها الregion of operation بتاعته وهو كان saturation بقى triode فهو ده السؤال دلوقتي VX بتسوي كام لما الregion بتغير من saturation لترايض طيب تعال نشوف هو ايه بتاع saturation او edge بتاع saturation الedge بتاع saturation ان VDS تكون اكبر من V overdrive تمام طيب وانا لسه اقيل ان VDS ثابتة وال V overdrive بقى هي لاتتغير عندي تمام ليه V overdrive هتتغير احنا قلنا ان V overdrive بتساوي VGS minus V threshold والVGS بتساوي VX على طول لان gate بVX V gate VX وال V source ب0 فالVGS هتتغير فالV overdrive هتتغير فالV overdrive عملة تزيد تمام طول ما انا بزود VX V overdrive بتزيد لغاية ما V overdrive هتوصل في مرحلة انها تساوي VDS وعكاية تعدي VDS فانا محتاج بقى اعرف value ان VX اللي ساعتها V overdrive هتساوي VDS او زي ما كنا بنقول edge of saturation بيحصل لما تكون VDS بتساوي V overdrive طيب V overdrive بتساوي VGS nice V threshold والVGS بيساوي VX يعني V overdrive بتساوي VX nice V threshold تمام والVDS زي ما قلنا بتساوي 1 volt اللي هو ثابت constant ما بتغيرش فكل ما VX بيزيد كل ما V overdrive بيحصل له ايه بيزيد فالedge of saturation يحصل امتا بقى لما يكون V overdrive دوت بيساوي VDS فاللي هعمله ان انا هساويهم ببعض قول ان VX ناس V threshold بتساوي الواحد V يطلع للvalue بتاعت VX اللي عندها الديفايس بتغير من saturation يبقى لما VX بتزيد عن 1.4 volt الريجون بتاعت الديفايس بتتغير بتاعت المصفد بتاعت بتاعت تغير من saturation تترايض لحد عنده مشكلة في الجزئي دي يا شباب عشان الحتة دي بتلغبط لوحد عنده مشكلة يوقف نشباب طلب رشو تمام تمام دلوقتي أنا عندي كم نقطة بقى تعالوا نشوف كم من او احنا قلنا ان VX عندنا بتغير من 0 لغاية 1.8 volt وقلنا لما VX كانت ب 0 وقلنا بعد كذا زودنا VX شوية لغاية ما تبقى V threshold والdevice كان on وحسابنا VDS وطلعت اكبر من V overdrive واتشفنا ان احنا في saturation بعد كذا زودنا VX شوية لغاية ما بقى VDD حسابنا VGS طلعت اكبر من V threshold وحسابنا VDS طلعت اصغر من V overdrive فلقنا نفسينا في triod وقلنا طالما احنا عملنا switching من saturation لل triod يبقى في نقطة ما في النص ما بين VX بتساوي V threshold ما بين VX بتساوي VDD في نقطة في النص ما بين النقطتين دول حصل فيهم التغير ده النقطة دي عشان نحسب ها عملنا بصرنا على condition بتاع edge of saturation condition بتاع edge VDS بتساوي V overdrive فلا انا عملت ان انا ساويت VDS بال V overdrive VDS عندي سابت و V overdrive function في VX اللي هو variable بتاع ساويتهم ببعض واشيش شفت VX يبقى طيب يبقى من اول مسألة عندي كم region عندي 3 region اول region نلاقي off لما VX كان ب0 تاني region انه دخل saturation لما VX عد 0.4 بعد كده تالت region انه دخل triod لما VX 1.4 volt خلاص هرسم الرسم بتاعتي مطلوبة من X axis VX Y axis IX طيب قبل VX لما كان 0.4 volt لل V threshold كنت off فالcurrent كان ب0 لما VX بتساوي 0.4 وبدأ تالى عنها لانا نحن في saturation في saturation current يكون quadratic طيب وهي الéquation بتاعت current احي I بيساوي ميو COX على 2 W على L V over drive square و V over drive يساوي VGS minus V threshold يساوي VX minus V threshold معنا that current يساوي constant VX minus threshold square يعني current depend VX square here i proportional VX square تمام بعد كده لما لما VX Z وصل 1.4 volt نحن حسبناها بالcondition edge of saturation ان الدخل في triode region وقالنا ان triode region d current فيها linear بالشكل ده current linear ازاي عن طريق الéquation بتاعت triode region الترنم بتاع VDS ده بنعمله neglect الاغلب الاحيان يعني هو هنا من المفهول ما نعملوش neglect يعني عشان VDS هنا كتب 1 volt بس يعني ايه ايه بنقول انها approximate linear linear او لا اما علش هو VDS هنا constant يعني VDS هنا عندنا constant والV overdrive هي اللي بتساوي Vx minus bit ratio ففي الاخر هلاقي ان الéquation دي عندي فيها variable الواحد بس اللي هو Vx فهلاقي الI بيساوي UC W على L في VDS في Vx minus V ratio minus VDS score على 2 فكل حاجة constant معادة ان انا عندي ترمي بس في Vx فالاني current linear مع Vx تمام فالخلص القول ان هنا في المسألة دي لما بصيت على dependence بتاع current على Vx في saturation region طلع quadratic وفي tried region طلع linear حد عنده مشكلة في المسألة دي يا شباب لا تمام يا مش ممس ندخل على المسألة اللي بعدها نفس الفكرة بالضبط بس هنا بقى ايه الvariable source على drain او Vx على drain والVgs هنا هي عندي اللي ثابتة تمام فالاني الV gate ب1 volt والV source ب0 فالVgs ب1 volt بتسوي constant طيب والV drain هو الvariable بتاعي يسوي Vx خلاص طالما ان الVgs عندي constant اشوف اشوف مالها ايه لقطة بالV threshold لأيت ان الVgs دايما اكبر من V threshold الVgs 1 volt دايما اكبر من V threshold ده معنى ايه معنى ان انا حاجة من اثنين اما triode اما saturation مش هبق اوف خلاص لان الVgs ثابتة واكبر من V threshold مش تضغير وVgs مش تضغير فخلاص انا on دايما بس هبق tryd او saturation واشوف بقى ده هيعتمد على value بتاعة Vx طيب عشان condition بتاعة tryd و saturation كان ان انا بابوس على Vds وقررنا بالV overdrive هحسب V overdrive V overdrive بتساوي Vgs وV threshold والVgs احنا لسه قلين انها ثابتة فالخلاص بالتابعية V overdrive هتفضل برضو ثابتة V overdrive 0.6 فخلاص المسألة دي بسيطة اول انا محتاج عشان اعرف tryd ولا saturation محتاج ايه محتاج اقارن Vds بالV overdrive طيب يعني Vds اصلا بتساوي كم Vds بيساوي V drain ناقص V source V drain بيساوي Vx والV source بيساوي 0 فمن الاخر كده Vds دايما بيساوي Vx على طول والV overdrive صحبتة 0.6 يعني انا اقدر عطول كده اقول ايه لو Vx اصغر من 0.6 يبقى في tryd ولو Vds اكبر من 0.6 يبقى في saturation المسألة دي بسيطة خلينا نمشي خطو خطو هنبتدي ها زيما بدأنا المسألة اللي فاتت اول حاجة اقول ان احنا Vx طغير من 0 1 2 خلاص اول الخطوة Vx بتساوي 0 ماشي Vx بتساوي 0 والVds بساوي Vx nice resource والV source يقولنا انها 0 فVds بساوي Vx على طول خلاص يبقى Vx هنا يبقى Vds هنا 0 والV يبقى قلنا انها سبت خلاص يبقى 0 اصغر من 0.6 volt يبقى هنا tryd تمام هزود بقى Vx شوي احنا نحن لدينا Condition وهو Edge of Saturation يحصل امتى عندما Vds تساوي V4 drive بالضبط و Vds تساوي Vx فلما Vx تساوي 0.6 volt يبقى Edge of Saturation و عندما Vx تزيد عن 0.6 volt تتغير من tryd saturation هزود مشكلة في المسائلة يا لا طبعا انس تمام مواز بقى الرسمة هرسم x على y axis والvx على x axis واشوف الريجون بتعتي في كل جزء من curve وقلنا ان احنا tryd في الاول طيب محتاجين بقى عشان نعرف شكل curve يعني انا دلوقتي هبتدي ارسم الرسمة هنا من الاول ارسم ازاي احنا اجد اشوف الvariable البتاعي فين واشوف فين في الéquilibrium الموضوع منتقل بساطة يعني تمام فخلينا نرجع كده الéquilibrium بتاعت ال current في المصفت في tried region في tried region current equation بتاعت المصفت بتكون ايه الéquilibrium على الشمال وانا قلت ان Vx Vds بيساوي Vx تمام ونعيز ارسم current مع Vx طيب في الجزئية ان Vx اصغر من 0.6 volt كنا تريد فاقدر اقول ان Vds هنا صغيرة اصغر من 0.6 volt واقدر اهمل بقى term ده فالان current تقريبا ايه linear مع Vds في جزئية دي بس هو طبعا هو مش هيبقى linear اوي هو بقى في الاول وعلى كده هبتدي saturate عشان كده اسمعه ان انا رايح لل saturation region فالcurrent في الاول هنا كان linear زي ما شفنا في equation كده ويبتدي ايه ي saturate في الاخر عشان Vds هنا بدأت تكبر فلاقيت يرمل اللي هو Vds square على 2 ده ايه بدأ يكبر فالدنيا ما بقتش linear اوي بعد كده هنشوف لما Vx تعدي 0.6 volt دخلت بقى في saturation هنروح بقى equation تانية خالص اللي هي equation العليمين دي طيب equation دي ما ما فيهاش Vds ليه لان V4 drive بتساوي Vgs ناس Vth threshold طيب والVth threshold ثابتة والVgs ثابتة فالقرنت هيبقى ثابت constant مع Vds مهما غير Vx هنا القرنت مش هيتغير فعلا ايه الرسمة بتاعتي هنا القرنت هيبقى سيدة حد عنده سؤال يا شباب في المسألة دي تمام ندخل على البعد دي دي كنا شوفنا شبهة واحدة شبابة في المسألة الأول من هنا عندي gate ودرين وصلين ببعض ومشأل vgate بيساوي vx و vdream برضو بيساوي vx هم الاثنين variably والvsource بzero constant هحسب vgs لأن vgs تساوي vx على طول يعني vgs بتتغير مع vx هي بتساوي vx نفسها و vds برضو بتساوي vx تمام هحسب v overdrive v overdrive بتساوي vgs نفس v threshold والvgs بتساوي vx وبالv overdrive هتساوي vx نفس v threshold طيب هلوح هزينا حاجة إن vds بتساوي vx والv overdrive بتساوي vx نفس v threshold ده معناه ايه ده معناه vds دايما أكبر من v overdrive vds is always greater than v overdrive بغض النظر عن قيمة vx بكام vds دايما أكبر من v overdrive بv threshold تمام transistor ده بيبقى اسمه وحاجة اسمها diode connected transistor لما الجيت بتكون وصلة بالdrain بالشكل ده لما الجيت بتكون وصلة بالdrain بالشكل ده شكل مشهور اسمه diode connected transistor دي مش قصتنا دلوقتي المهم أنا حساب vgs vx vds vx والv overdrive بتساوي vx ونفس v threshold طيب هل ده معنى ان انا بقى اتصرع وقول ان vds طالما اكبر من vx طالما vds اكبر من v overdrive بما في saturation لا طبعا ليه لان انا كده نسيت الكنديشن الاولاني والاهم يهو اللي ايه اللي هو ان vgs تكون اكبر من v threshold عشان بقى قولنا اصلا فهبتدي بقى ان انا امشي مسألة واحدة واحدة يعني ما تصرعش في مسألة زي دي لان vx هبتدي بقى اخد قيمة vx من الاول vx لما تكون بزيرو هلاقي vgs بزيرو بما احنا قلنا ان vgs بتساوي vx خلاص يبقى vgs بزيرو اللي هي اصغر من v threshold فانا كده اقص اصلا يعني ان حتى هنا ما احتاجتش ابص على موضوع vds ايه اصغر من v overdrive فانا هتعلمنا من النوطة دي ايه ان انا محكمش على region of operation بتصرع لا لازم ابص على conditions بالترتيب اول condition هو ان vgs تكون اكبر من v threshold فهنا اصلا vgs اصغر من v threshold فخلاص انا بقيت off طيب هزاول بقى vx شوية فاغتما بتساوي v threshold فال vgs بتساوي v threshold فبقيت on طالما انا on خلاص هبص بقى على vds وال v overdrive هحسب v overdrive v overdrive احنا قلنا انها بتساوي vx minus v threshold وال vx هنا في v threshold فهتلاقي v overdrive هنا بزيرو وال vds هتساوي v threshold زي ما احنا قلنا في الاول بقى ما احنا قلنا خلاص من الاول ان vds دائما اكبر من v overdrive في v threshold فال v overdrive بزيرو ويبقى vds في v threshold هنا بقى عندي الاثنين conditions زي ما اتحققين vgs بيساوي v threshold وكلما vx تزيد كلما vgs هتزيد فانا خلاص on وال vds دائما هتفضل اكبر من v overdrive فانا on و set your reach تمام محتاج بقى ارسم الرسمة بتاعتي طيب هنا انا ال region بتاتت تغيرت امتا لما vx زادت عن v threshold يعني لما vx كان بزيرو كنت اوف لما vx قادت تزيد شوية لسه اوف عشان اصغر من v threshold اوما vx عادت v threshold دخلت ال saturation خلاص يبقى انا ال region بتاتت تغير عند ايه عند v threshold اجرسم الرسمة بقى طيب انا قلت ان انا off بقى saturation هعمل ايه هنروح ابص على ال equation بتاعت ال current وانا ببص على ال equation بتاعت ال current محتاج اشوف vx بتاتي هتظهر فين فيه ولا مش هتظهر اصلا فال vx وصل على ال gate وصل على drain يعني vgs بتاتي بتساوي vx وال vds بتاتي برضو بتساوي vx خلاص يبقى انا هنروح لل equations بتاعت ال current لازم اكون حفزهم واشوف بقى ايه ال vx بتاتي فين طيب لما انا كنت اقف اصلا خلاص ممفيش هنا equation يعني هو طالما vgs اصغر من v threshold بل current بزيره على طول دي ما لهاش equation اصلا هي ال equation بتاعتها ان ال ix بيساوي 0 طالما vgs اصغر من v threshold بعد كده بقى قلت لما vgs عدى v threshold بقى يساوي point 4 بيساوي توريشن طيب مروح بقى ال equation بتاعت الكارب بتاعت ال saturation ليه ال equation دي تعليمي و ال v over drive قلنا ان ال v over drive بيساوي vgs معاقص v threshold و ال vgs قلنا انه بيساوي vx خلاص يبقى ال current بايه quadratic مع ال vx id proportional i d proportional to vx square هلأ ان الرسمة تطلع معي بالشكل ده انا كنت ال current كان بزيره وبعد كده هيزيد بشكل quadratic مع vx حد عنده مشكلة يا شباب ان شاء الله الكلام بيكون سهل بالنسبة لكم ايه و الشيط ده كله مراجعة كوش حياتي استمع ماذا شمعت تمام اخر مسألة بقى من النوع ده هنا عندي ال vx وصله على source وال v gate وال v drain سابتين وصلنا على supply بتاعي اللي هو 1.8 volt يعني ال vg 1.8 وال v drain 1.8 volt والاتنين سابتين وال v source بيساوي vx طيب معنى كده ايه ان ال vgs بتاعتي بتساوي 1.8 minus vx وال vds برضو بتساوي نفس الكلام وانا لاحظ برضو ان ال gate وال drain وصلين ببعض وصلين بال supply ده اللي هو نفس الشكل اللي كنا نسألين عليين اللي هو وضايت كوني في الترانزيز ماشي ولاقي دايما ان ال vds دايما اكبر من ال v over drive نفس الملحوظة بالضبط فما تسرعش مش عشان ال vds ساكبر من v over drive لا لازم هبص الأول على ال vgs طيب خلينا نبص على ال vgs نقول ان ال vgs بتساوي 1.8 minus vx ونبتدي بقى نمشي مع قيم ال vx نبتدي بvx equal 0 لما ال vx بتساوي 0 vgs سيساوي 1.8 على طول ليه اكبر من v3 v3 يدب 0.4 خلاص يبنى ساتيوريشن على طول احسب ال vds طالعه ب 1.8 وحسب ال v over drive طالعه ب 1.4 احنا كده كده من الاول عارفين من vgs من vds سوري vds اكبر من v over drive بفرق v3 بس فال vds ستساوي 1.8 فولت من اليكوشن دي وال v over drive ستساوي 1.8 minus 0.4 فهتساوي 1.4 فولت فلانا نفس ساتيوريشن طيب هنبص بقى على ايه عشان نعرف شكل الرسم وكرا انت في الساتيوريشن دي اكوشن بتاعتها نحن كنا لسا منبص عليه id بيساوي uc ox على 2 w على l v over drive سكوير v over drive اللي هو بيساوي vgs نحن بيسرشن طيب هعوض بقى عن vgs بالvalue بتاعتها اللي هي in terms of vx اللي هي الvariable بتاعتها اللي أنا برسم معي طيب احنا قلنا عن vgs بتساوي 1.8 minus vx او اللي هي vdd minus vx هحوطها هنا في الéquيشن هلاقي الbehavior بتاعي بتاع الكرنت اللي بيحصل هلاقي ان انا كل ما vx تزيد ترمي ده كله الجوة اللي سكوير ده الجوة اللي عليه سكوير ده الجوة هيقل فالكرنت هيقل تمام طيب محتاجة خلي بالي من حاجة هنا هوينا في المسألة بسيبني ix ماشي من source لدرين ماشي لفوق كده وده إنه مصد transistor بس الéquيشن اللي أنا بستخدمها دي بتتكلم عن الكرنت ان هو ماشي من الدرين للسورس من فوق لتحت فده معناه ايه ده معناه ان ix بيساوي negative id شرط الكرنت عشان kcl بس فالرسمة اللي أنا هرسمها هتكون negative الéquيشن دي ده ليه علشان هو رسمني ix من source للدرين بعكس الاتجاه للإكوشن فرضاه فمحتاج أخلي بالي كويس قوي وأنا برسم الكرنت هو فرضه ماشي من يعني تعال نبص على المسألة اللي فاتت بسرعة كده مسألة اللي فاتت مثلا هو كان رسم لك الكرنت في ال ix هو ماشي من الدرين للسورس فهنا مزبوط همشي على الإكوشن زي ما هي من غير معكس الاشعارة ولا حين مسألة اللي قابليها نفس الكلام مسألة اللي قابليها نفس الكلام فدائما يا شباب أخلي بالي من ايه من بتاع كرنت ومن تفرق معي فقر تفرق بس في اشعار اعتقد الكلام ده بالنسبة لك بسيط ان شاء الله تمام فحنا قلنا ايه ان والله ال vx لما تزيد الكرنت هيقل بس انا همشي هنا بقى بالإشارة عشان ايه الكرنت اللي هو مديولي اللي هو ال ix عكس ال i d طيب انا دلوقتي يقول الكلام ده كان عند لما ال vx بزيرو وحسبنا ال vgs وال vds وحسبنا ال saturation طيب هنيجي بقى نزاود ال vx لان ال current بيقل طيب طالما لما نعمل زاود ال vx وال current بقى يبقى في نقطة بقى هيوصل zero فهعمل ايه هساوي ال current ده بزيرو على طول ال current ده هساوي zero امتا لما ترم اللي عليه square بقى بزيرو فهساوي vd minus vx minus v threshold بزيرو هلاقي من هنا ايه vx طالع معي بيساوي vd minus v threshold بزيرو طيب فهنا ال current بقى يساوي zero لو ال region اتغيرت من ال saturation لل off طب هنا مش هنا ال transistor مش هيخش في ال trywood خالص او مش هيخش في trywood خالص ليه بقى عشان حاجة احنا قلناه اول مسألة خالص ان دايما من ال vds اكبر من ايه من ال v over drive اللي هو diet connected transistor فهو حاجة من اتنين يا اما on و saturation يا اما off فهو في الاول كان on و saturation لغاية ما ال vgs بقى تساوي v threshold vgs بقى تساوي v threshold لما حسبناها وطلع ال vx بيساوي one point four volt هيبقى off ساعدة فهنا هلاقي ان ال current كان بادي بماكسامم وعمالي ال l لغاية ما يبقى بزيرو طيب وهو بيقل بشكل ايه بقى بشكل كوادراتي ليه عشان saturation وعشان احنا قلنا ان saturation هيدبند على vx square انطلق ال equation دي بس هيبقى بال negative طيب دي بشوية معلومات كتيرة تعال بقى نجمعها في الرسمة كده مرة واحدة دي الرسمة بتاعتي طيب احنا قلنا ان ال current بادي بماكسامم وماشي وعمالي l نتيجة ان ال vx ظهرة باشارة negative equation وبيقل بشكل quadratic ماشي بيقل بشكل quadratic وبال negative وبال negative دي عشان ايه عشان قلنا ان ال current عكس الاشارة ايكس اللي هم ديولي بعكس الاشارة اللي فرضها لغاية ما يوصل لل value اللي هي 1.4 volt وبعد كده الترانزيسور يبقف مماشيش في current خالص حد عنده مشكلة في مسائلة دي يا شباب عشان المسائلة دي كان فيها يعني شوية لفظ طيب حد يأكد علاني انتو سمعيني كويس حد يرد وبعد ذلك يا شباب هيا بشمان تمام حوالي تقع تمام طيب اخر مسألة هي زي المسألة الاولى بالزبط اما اربع اسئلة تقريبا بس على PMOS بقى نقول ان الموس بتاعنا يقيم PMOS انتم مفروض كلام دي عارفين انا بس من review region of operation وكلام دي طيب خلي بالنا بقى ان احنا طبعا نتعامل مع PMOS device بتاعته او absolute value بتاعت ال point four طيب هل في حاجات تتغير لا مفيش اي حاجات تتغير كله هيتغير بس ان انا ايه همشي اكده بال absolute values طيب هم ديني الشكل ده هبص على الثلاثة ترميز بتاعي واشوف ال values بتاعتهم 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 انا الشغال بقيه بابس ال values زي من انتو شايفين كده وبص على vgs من فوق لتحت كده يعني هطرح السورس مينس الجيت هيا ما بنيتش عشان هما يتمين قد بعض خلينا نبص على المسألة اللي بعدي نفس الكلام بص على ثلاثة تاني من الزبتوعي واكتب ايه الفولتش بعد كل واحدة منه v gate 0 v drain 0.3 volt v source 0.3 volt وركز على polarity بتاعت البطارية طيب هحسب vgs مع تجاه السهم كده يعني هحسب source مقرس gate العكس واخد absolute جالي source 0.3 volt والgate ب0 يطلع الان vgs 0.3 volt وال v absolute value on 0.4 volt فالvgs اضع من v richard يبقف حد مطلع بات الشباب في الجزء دي تمام اخر مسألتين نفس الكلام ثلاثة تاني من الزب توعي الget وصل بالground 0 source وصل 1 volt ودرين وصل 0.3 volt هبص على vgs مع تجاه السهم لأن vgs ستساوي 1 minus 0 لو source minus gate عشان pmos 1 volt و v ratio 0.4 يقول vgs اكبر من v ratio دي ما اقوم طيب طالما قلني بقنا محتاج بص على vgs وقرنا بال v overdrive واشوف انا saturation ولا try اعسب vgs نفس الكلام همشي مع التجاه السهم من فوق لتحت اعكس ها من source للدري بتبقى 1 minus 0.3 تطلع 0.7 volt طيب حسابة vgs احتاج اعسب v overdrive v overdrive هتساوي vgs مع v threshold برضو absolute values خلي بالن طيب vgs حسابناها 1 volt و v threshold معنا 0.4 تطلع علي v overdrive 0.6 volt خلاص vds اكبر من v overdrive يبقى في saturation region اخر مسألة v gate 0.6 volt v source 0 وصل background و vdream 0 وصل background هعسب vgs زي ما قلنا مع التجاه السل طيب هلاقي ان vgs بيساوي 0 minus 0.6 هيطلع ب negative 0.6 volt ما طلبتش absolute vgs هو negative 0.6 او يعني vsg ماشي سميها زي ما انت عايز المهم بس ما تطلبتش انت ما تطلبتش تطلبت نفسك في absolute وال sg وال gs انت مشيها مع السهم من فوق لتحت تطلب 0 minus 0.6 ساعة طول تطلع لك vgs 0.6 اصغل من v threshold 0.4 فالdevice ضغف مش محتاج ابص على vds ولا view over d احنا كده خلصنا الشيط حد عنده سؤال يا شباب لا تمام يا بش مانس احنا بس سأعني مسألة بس بس يا شو عم ايو اتفضل سأني نفسك عشان الصوت هو السئلة كلها لما احنا بسلا بحل في الموقع الشيطات وكده بيكون كلها على الموس بس بس ما مش السئلة كتير على الموس فالده بيد سببلي ان انا بطلبت دايما او بغارش اتعامل مع الموس قوي او كده عشان مسألة سهلة يعني مسألة دي سهلة مفاش حاجة يعتبر عشان كده تتحل بسرعة انا بتكلم على المسألة اللي هي التانية بقى اللي هي لما يبني حاجة بيدي موس عموما بتكون من الغبطان شوية فممكن هتعلم على مشكلة دي ازاي ممكن نجيب مسألة من الريفرنس شبه المسألة اللي هي بتاعة بروبلم تو دي نكترسم الكرانت مع ال VX او كده بيكون موس تمام ممكن اتفضل اقول لا بس كنت حضرتك انا لو المشكلة فهم يعني كانت عدل حضرتك قبل كده مثلا لك يعني ده حل يعني كده طيب مش خليني اقولك حاجة هو ال الن موس و حاجة حاجة يعني هما شبه بعض بالضبط يعني الفارق بس في العكس الاشعارات يعني هنتكلم على التعامل معهم في كاكيس الو كاكيس الو كاكيس فتعال كده ايه نبص عليهم بسرعة بص ده الان موس ها ناشي wait rain source تمام تمام انت عارف ال conditions اللي قلنا عليها Vgs و Vds و كلام بتاع Vgs اكبر من يبقى on هتشوف بعد كده والله لو Vds اكبر من Vuever Drive يبقى saturation لو Vds اكبر من Vuever Drive يبقى ايه يبقى طيب نفس الكلام في الموس بالضبط بزا الموس device ها gate source drain طيب اللي بلغبط في الموس موضوع فرق الاشاراته كده صح طيب وابسط circuit عندنا في المانهج مثلا انا اخدها اللي هو CMOS invert في ايه ده شكل ماشي ده الدكتور هتتكلم عنه في محاضرة معاكم ان شاء الله تمام فأنا دايما ببص على ايه بمشيها من فوق لتحت زي ما انت شفت في المسائل دايما احنا بنحل PMOS كنت بقول ايه مشيها من فوق لتحت عشان ما اطلغبط نفس طيب لو انا عندي مثلا النقطة دي سميتها VX نقطة دي كده اللي هي gate بتاعة PMOS والgate الانموس 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 وصلين ببعض ماشي تعال كده بص كده معي حلان انت معي PMOS device اللي هنا M2 ده ماشي وده M1 تعال كده اقول لي VGS 2 هتساوي كام عرف تقول لي مشيه مع السحر بص انا معي او انا معي بص مشيه مع السحر بالعكس يعني بدل ما تاخد gate وتعمل minus source وتاخد اشارات وكلام ده انت مشيه من فوق لتحت على طول او كده VDD minus VDD minus VX صحيح بالضبط كده بس انت من الاخر بص هي VGS دي voltage من 2 terminals من 2 terminals ومين هم اللي معي VGS 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 ده gate with source gate with source ما بين gate with source بالضبط كده طيب انا بقول لك دايما في circuits احنا بنحط supply فوق اللي هو VDD بنحط ground تحت وي voltage بنحسيبه بنحسيبه كده بأسهم من فوق لتحت عشان من نطلع بطر ماشي بس فانت دلوتي في gate وصل VX وين source وصل بالVDD خلاص انا احنا اجيب الVoltage difference من 2 terminals دول خلاص اجيب الVoltage difference من 2 terminals دول من ين مش هي من فوق لتحت مراك شدعوه بقى مين gate ومين source ومين الكلام ده يعني وممكن الناس تحسيب بانها VSG مش VGS مدخلش نفسك في هي من فوق لتحت الترمي من الفوق الValue بتاعتها بكام VDD والترمي لتحت VX بس هتشوف بقى VGS دي اكبر من VT ريشود والاصغر من VT ريشود ده هيعتمد على مين هيعتمد على VX والله لو VX مثلا بزيرو هتلاقي VGS بVDD هيب أكبر من VT ريشود طيب لو فرضنا مثلا VX بتساوي 0 الحالة دي هتلاقي VGS 2 هيساوي VDD أكبر من VD خلاص تعال بقى نبص على VDS بتاعت PMS ده ماشي قول لي انت بقى بنفس الطريقة VDS هنا بكام لو سميت النقطة DV VY ده Drain بتاع النمص والدرين بتاع بنمص VE بقى معاش VDS بتاعت M2 ده M2 اللي هو الفوق M2 VDS هنا بكام بص سميت من فوق لتحت من الدرين للسورس يعني ما بين الدرين والسورس أنا قوي بدأت من السورس للدرين بس انت مشها من فوق وتحت دايما قطي لك الفولت الكبير بنحط ه فوق والفولت صغير بنحط ه تحت ماشي ده الكون بتاع السيركت زيما بنرسم السيركت الفولت الكبير فوق اللي هو على والس وازور تحت ك وانا دايما وانا بحس بالفولت عايز يبقى positive ماشي او عندي السورس اللي هو الفيديو دي فالفيديو اس هنا بكام عشان عشان نشوف بقى ده في ترايد وليف ساتوريشن او بس انا مش او مش نايم كويس فهو بس الفولت اللي هي الوي عجبها ازاي ما انت عجبها ازاي بقى دي محتاجة يعني لسه بدأ تشوف في المحاضرة ان شاء الله يعني ما تستعجلش انا ديتك بس هنا سيركت مكان مسائل بس انت ما تستعجلش الوي هنشوف هنحسابها ازاي في المسائل الشيط الجاي ان شاء الله الشيط الجاي ان شاء الله هيبقى كله مسائل عن السيركت دي تحدي بس يعني انا دي بس انا فهم انت قوي بقى نوع الVDS VDD minus VY بالزبط مش هيا من فوق لتحت الVY بقى بقيام دلوقتي مش قصتنا يعني انا انا مساميها VY دلوقتي عايز تجارف هي بقيام هننعرف في المحاضرة ان شاء الله في الشيط الجاي بس فهو يعني بص هو خلوص القول بس عشان الموضوع ما يضعبطش ودي انا زي ما قلت لك انا اتعرض لها اكتر الانشاء الله اي بحسيبه سواء بمس او ان مس بمشي من من فوق لتحت من كبير يعني من الكبير للصغير من اكبر للدائرة اصغر للدائرة مدخلش نفسك في اشارات وفي الكلام ده بس وهنتضرب عليها اكتر ان شاء الله في الشيط الجاي خلاص لو انت عايز بقى تحل تبص على الرفرنس وتشوف في مسائل برحت ماشي كده كده نحل في سكشن الجايزة المطل ماشي 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 شكرا ماشي شوفكم في سكشن الجايزة ان شاء الله سلام عليكم ماشي بس شكرا